اشتركوا في القناة مظاهرات لألاف عملات النسيج اللي نزلوا احتجاجا على الظروف اللا انسانية اللي كانوا مجبورين يشتغلوا فيها للمطالبة بتغفية ساعات العمل ووقف تشغيل الاطفال ومنح النساء حق الاقتراع بالانتخابات متظاهرات حملوا قطع من الخبز اليابس وبقات من الورود وكان شعار المسيرة الاحتجاجية خبز وورود بـ 28 شباط 1909 دع الحزب الاشتراكي لمظاهرة بنيويورك بمناسبة الذكرى الاولى لمظاهرة اتحاد عملات النسيج بالولايات المتحدة وبتختلف الروايات بهذا الشأن فالرواية الاولى بتقول انه الفضل باعلان يوم 8 ادار كاحتفال سنوي للمرأة بيرجع للامريكيات بس من جهة تانية يقال انه بسنة 1910 دعت الناشطة الالمانية كلارا زيتكن لتكريم جهود المناضلات وتحقيق مطالب المساواة بين الجنسين من خلال يوم عالمي للمرأة هالشي صار بمؤتمر بكوبنهاجن حضرته 100 مرأة من 17 دولة وكنتيجة لمبادرة كوبنهاجن اعلنت دول مثل دانيمارك وسويسرا والمانيا احتفال بيوم المرأة بالعام 1911 الا انه الهدف التاريخي اللي حسمت وقية المناسبة كان خلال المظاهرة اللي دعت الى نساء روسيات تحت شعار خبز وسلام بالتامن من ادار للمطالبة بانهاء الحرب العالمية الاولى وانتحاب روسيا من الحرب وابعد اربعة ايام بس من المظاهرة نازل القيصر ومنحة النساء الحق بالاقتراع على المستوى الرسمي وعلى الصعيد العالمي منظمة الامم المتحدة اعتمدت اليوم العالمي للمرأة لأول مرة سنة 1977 لا يتحول هيد التاريخ كرمز لنضال المرأة وحقوقها يحتفل فيه سنويا اما بالنسبة لمظاهر الاحتفال بهذا النهار فبتختلف من دولة لاخرى فبالصين وروسيا وكوبا بيحصلوا النساء على عطل رسمية بروسيا بيتم توزيع الورود على النساء بالمغرب بيحتفلوا على طريقتهم الخاصة فبيلبسوا جلابية بمكتوب عليها عبارات بتنادي بحقوق المرأة اما بكمبوديا تستعد المعابد البوزية بتحضير رأسات وعروض فنية لتقديمها ضمن احتفالات هيدا نهار اما العصم الفرنسية باري فبتحتفل باقامة معرض بمتحف اللوفر بعنوان المرأة بالفن بيقدم مقتطفات من اعمال المرأة الفرنسية اما اوكرانيا فبتنظم مسابقة للجمال باليوم العالمي للمرأة ويسمح لجميع النساء المشاركة فيه لا تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك اشتركوا في القناة